بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إذن نحن قد عبرنا نصف شعبان وصرنا في نصفه الثاني ونقترب من رمضان وعلى مشارف شهر الخيرات والبركات والرحمات وإجابة الدعوات وإقالة العثرات ومضاعفة الحسنات الموسم العظيم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون إنه شهر رمضان ولله اعتعال نفحات ومن تعرض لها لعله لا يشقى بعدها افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحاته رحمة الله فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده يا من طالت غيبته قد قربت أيام المصالحة قربت أيام المصالحة يا من دامت خسارته قد أوشكت أيام التجارة الرابحة قلوب المؤمنين تحن إلى رمضان سيد الشهور وإذا كان رجب شهر الزرع ورمضان شهر السقي وشعبان شهر السقي فرمضان شهر الحصاد فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاب رمضان يحتاج إلى استعداد وتجهيز لكي ننتفع به الانتفاع الأمثل تجريد النية لله أولا وتجديدها وإخلاص العمل لله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادة ربه أحدا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا رب عمل صغير تعظمه النية ورب عمل كبير تصغره النية كذلك شحذ الهمة وصدق العزيمة فالعبادة في رمضان تحتاج إلى همة عالية وعندما يقبل المؤمن على الله بعزيمة وقوة خذوا ما أتيناكم بقوة إنه لقول فصل وما هو بالهزل هذه هذه وهذه القوة مهمة جدا لهذه المواسم العظيمة من المؤمنين رجال صدقوا معاهد الله عليه وكان شعار أنس بن النظر لئن بلغنا الله أو لئن ليرين الله ما أصنع لئن أشهدني الله قتال المشركين ليرين ما أصنع ونحن وشعار المؤمن لئن بلغنا الله رمضان ليرين الله ما نصنع ونر الله من أنفسنا خيرا لا تقل من أين أبدأ طاعة الله البداية لا تقل أين طريقي شرعة الله الهداية لا تقل أين نعيمي جنة الله كفاية لا تقل في الغد أبدأ ربما تأتي النهاية كذلك عندما ينوي العبد بصدق ينوي العبادة فلو ما استطاع لو ما بلغ جاءته المنية حصل مانع قال الله عز وجل إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالها رواه البخاري المسلم العزيمة الصادقة تولد العمل الصالح شهر رمضان يعلم المسلم العزم على الطاعة فإذا عزمت فتوكل على الله الصيام أصله نية هو امتناع عن الطعام والشراب والنكاح أصله النية صدق في العزيمة اجتماع القلب على العبادة التفرغ للطاعة والعزم على اتيان أبواب العبادات يعني مثلا القرآن الكريم لمن كان قصر مع القرآن أوراد تتلح شهر رمضان فرصة عظيمة للاهتمام بالقرآن الزهر رحمه الله كان يقول إذا دخل رمضان إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام وكان الصحابة يوالون الختمات وكان قتاد يختم في سبع وبارك الله في أوقاتهم من الاستعداد لرمضان تعلم ما ينبغي فعله في رمضان من واجبات ومستحبات القراءة التثقف حضور دروس في الموضوع في أحكام الصيام وطلب العلم فريض على كل مسلم وكذلك على كل مسلمة تعلم ما يلزم من أحكام الصيام شروط الصيام الأداب المفطرات ما يباح ما يحرم ما يستحب قبل دخول الشهر وكذلك من الاستعداد لرمضان التضرع إلى الله بالدعاء وأن يبلغناه ونحن بعافية عازمين على الخير قادرين عليه أعنى على ذكلك وشكلك وحسن عبادتك بيدك الخير إنك على كل شيء قدير كان السلف يدعون الله أن يبلغهم رمضان وكان بعضهم يقول اللهم سلمني لرمضان وسلم لي رمضان وتسلمه مني متقبلة وإذا بلغت رمضان وإنت بقوة ونشاط وعافية صحة وقدرة على الصيام على حل ولا قوة إلا بالله لا قدرة لنا إلا بإعانة مولانا وكذلك الصيام في شعبان تدريباً على صيام رمضان وتهيئة الأطفال للصيام وغداً سنصوم سيأتي رمضان وتحميس الأولاد لهذه اللحظة المرتقبة وهذا الشهر العظيم هو الذي يستعد له سلفاً يعني مثلاً من تهيئة المساجد ومحتاج إليها وقضية والمصاحف وإفطار الصائم ونحو ذلك في أنواع من الاستعدادات تجري وخصوصاً عند أهل العزائم كفالة الأسر الفقيرة توزيع الزكاة قبل رمضان ليدخل الفقير على رمضان وهو مستغن لا ينشغل بالبحث عن لخمة العيش ليتفرغ العبادة حتى حتى يعني أهل البيت شراء حاجيات البيت قبل رمضان من حسن الاستعداد لرمضان حتى لا يكون الانشغال بالشراء في وقت الفضيلة ووقت العبادة وتضيع يعني اللحظات الثمينة في الصفق في الأسواق وعندما تهيأ بيوت الله يعني صيانة وتطييباً وتكييفاً ومكبرات صوت والفرش ودورات المياه وتوفير المياه الشرب وكذلك أماكن الاعتكاف وتلاوة القرآن جاء عن علي رضي الله عنه أنه خرج في أول ليلة مشاي رمضان والقناديل تزهر يعني في المساجد صار يعني وضعوا فيها الإضاءات اللازمة للتلاوة وقيام الليل وكتاب الله يتلى في المساجد فقال علي رضي الله عنه نور الله لك يا عمر الخطاب في قبرك كما نورت مساجد الله بالقرآن من أهم الاستعدادات لرمضان الاستعداد بأئمة المساجد أصحاب الأصوات الجميلة وليس أصحاب الأنغام والتطريب والمقامات الأغاني والموسيقى لا أصحاب الخشوع في التلاوة الصوت الحسن الصوت الجميل الذي يزيد التلاوة حسنا وهنا يعني يبرز دور طلاب تحفيظ القرآن هذا دوركم يا طلاب تحفيظ القرآن هذا دوركم في القيام بالناس في رمضان صلاة التراويح والتعاون على ذلك واستعداد الأئمة ومراجعة المحفوظ وضبط الأحكام في التلاوة والتجويد كذلك يتعلّ أو يتثقف الأئمة في أحكام صلاة التراويح وأحكام الاعتكاف يدلون الناس عليها من تخطيط الجيد لرمضان إزالة العلائق وإزالة العوائق وكل عثرة وكل عقبة تزال الجد الجد نسير إلى الأجال في كل لحظة وأعمارنا تطوى وهن مراحل ترحل من الدنيا بزاد من التقى فعمرك أيام وهن قلائل ومن كان عليه قضاء من رمضان الماضي يبادر في شعبان قبل أن يأتي رمضان الجديد وتقول عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان الشغل من النبي صلى الله عليه أو الشغل بالنبي صلى الله عليه وسلم والحافظ من حجر يعلق ويأخذ من حرصه على ذلك في شعبان أنه لا يجوز تأخير القضاء حتى يدخل رمضان آخر لا يجوز ومن استمر عذره كحامل استمر عذره الحامل تسعة أشهر أو الحامل ثم النفاس ثم الرضاع فليس عليها إلا القضاء أول ما تتمكن كذلك المريض الذي استمر مرضه ليس عليه إلا القضاء أول ما يتمكن لا يفدي ولا يطعم ترجمة نانسي قنقر